المزيد حول حركة دخول المساعدات واستقبالها يطلعنا عليها مراسل التلفزيون المصري كاريم بيبرس تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين من أمام بوابة نعبة الرفح المصرية ننقل لكم الصورة الخاصة بإدخال المساعدات اللغفية إلى الأشقاء في قطاع غزة بالطبع هذه المساعدات من مواد غذائية ومستلزمات طبية تصطف على جانبية الطريق في الرفح والشيخ زويد والعليش من أمام بوابة الرفح سنستعرض لكم الآن هذه الشاحنات المتواجدة والتي يتم إدخالها إلى الأشقاء في قطاع غزة هذه الشاحنات بالطبع من مواد غذائية ومستلزمات طبية وغيرها من المواد الإعاشية المختلفة مثل الخيام بالطبع هناك أيضا بعض هذه الشاحنات التي تأتي عبر مطار العريش الدولي هذه الشاحنات أيضا محملة بعدد كبير من الأطنان الخاصة بالمواد المستخدمة للأطفال والقطاع الصحي وغيرها من المواد الإعاشية للأشقاء في قطاع غزة تحدث عن مئة الشاحنات التي تدخل يوميا عبر بوابة معبر رفح المصرية أو تدخل عبر بوابة معبر كرم أبو سالم يتم التدقيق في هذه الشاحنات ودائما ما تعرق القوات الاحتلال دخول هذه الشاحنات فنرصد بالطبع استمرار للمجهودات المصرية لدخول هذه الشاحنات بالطبع بعد الأحداث والتطورات التي حدثت بالأمس في الشرق الأوسط والتطورات التي حدثت بين إيران وقوات الاحتلال كان هناك تصور بأن هذه الشاحنات سيتم علقالتها زيادة عن المعتاد إلا أن المجهودات المصرية ما زالت مستمرة لإدخال هذه الشاحنات من الجانب المصري واستمرار على إصرار على دخول هذه الشاحنات هذه الشاحنات بالطبع تدخل ويتم التدقيق فيها إما في معبر العوجة ويتعود بعد ذلك لمعبر رفح وكرم أبو سالم من أهم الشاحنات أيضا التي تدخل هي شاحنات الغاز ودخلت بالفعل عدد كبير من هذه الشاحنات ويتم استخدامها بالطبع في المستشفيات والأماكن الحيوية بالإضافة لذلك أيضا خروج المصابين ليتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية فيخرج أيضا متوسطات يومية ما بين 15 إلى 30 مصابا تقريبا يوميا يخرجون ليتلقوا العلاج في المستشفيات العريش وبئر العب وغيرها من المستشفيات التي حددتها وزارة الصحة فضلا عن المجهودات الدبلوماسية من الناحية المصرية للوصول الوقف دائم ومستدام لإطلاق النار وكانت هذه هي الصورة من أمام بوابة معبر رفح المصرية والآن عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى